إن يوم الفصل كان ميقات يوم الفصل هو يوم القيام ميعادا يفصل الله به بين خلقه يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجه يوم ينفخ للبعث فتأتي الخلائق أمما وأفواجه وفتحت السماء فكانت أبوابا يعني تشققت السماء حتى تكون أبوابا وطرقا وسيرت الجبال فكانت سرابا يعني نسفت الجبال فتصبح كالسراب هباء منثورة إن جهنم كانت ميرصادة نار جهنم ذات رصد لأهلها للطاغين يعني للذين طغوا في الدنيا مآبا ومرجعا لهم لابثين فيها أحقابة لابثين ماكثين في جهنم أزمانا طويلة لا يذوقون فيها بردا ولا شرابة لا يجدون في جهنم ما يبرد جلدهم وقلوبهم ولا شرابا يروي شدة عطشهم إلا حميما يعني لهم في نار جهنم حميما هو الماء الحار يشوي الوجه ويقطع الأمعاء وغساق صديد أهل النار جزاء وفاقة هذا الجزاء والعذاب يوافق شر أعمالهم إنهم كانوا لا يرجون حسابا لأنهم لا يخافون من محاسبة أعمالهم وكذبوا بآياتنا كذابا كذبوا بأنبيائنا وكلامنا وحججنا وكل شيء أحصيناه كتابا كل أعمالهم كتبناها عليهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ذوقوا في النار ما أنتم من العذاب فلن تزدادوا إلا عذاب فوق عذاب إن للمتقين مفازا للذين اتقوا ربهم فوزا ونجاتا حدائق وأعنابا بساتين محفوف بالأعناب وكواعب أترابا يعني نساء في سن واحدة أترابا في سن واحدة مستويات وكأسا ذهاقة كأسا مملؤة كأسا متتابعة صافية هذا والله أعلم سلام عليكم